السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباء الأعزاء نحببكم في قناة مطبخ أمين المراكشية اليوم غنحطره باستيلة الحمام الملاكية اللي كتجي أكتر من الرائعة من الوصفات المغربية التقيدي العريقة نقدمها في المناسبات والأعياد كتجي لديدة بزف إن شاء الله نعملها بطريقة جيد مبسطة خطوة بخطوة وناجحة خليكم مع المقادر طريقة التحضير ما تنسوناش اضغطوا على زر الأحمر اشتركوا في القناة ونسى لكم أصفات الجديدة من سبيل المقادر نحتاج 6 حمامة قبطناها وقصناها مصبوها على هذا الشكل 8 بيضات 500 قرام اللوس قبطنا اللوس نققناه وحمرنا صباح على هذا الشكل وحتى نحمره واحد نقطة مهمة تنصبه في زيت بارد لتحمره لتحققناه لتحمرنا مزيدا لتحصل مع طيام لأكل البصر قبطناه وقطعة خطة qui من الممكن لتحصل الكبار جيد جيد للعقادر جزء م whisky من 6 صباح من 8 thank you مصبوها لتحصل كبارة في وعل sacrific وهنا صباح خلق مصبوع الوصن ثن و هي الز BRA حين ملقة كبيرة العسل ملقة كبيرة زبدة سريدة الملح ماء الزهر ثلاثة المعرق ربطة المعرق بالنسبة لهذا السكور 140 غ يعني كاس ماء مرش بالزرط و هذا السكور هذا السكور و هذا السكور نصبه فيها الزيت تقريباً ربع كلاس عمر بصل و هذا الملح تتلد بلح 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 و الزهر تتلد بلح تتلد حمام تتلد بلح تتلد بلح تتلد بلح سوف تقلع الحمام سوف تقلع حمام بزار تقرب القرفة سقنجبير قريباً نصف طياله قريباً نصف طياله قريباً نصف طياله قريباً نصف طياله القرفة نأخذ منها إنسم علقة لكي لا يأتي المرقة جيدة الباقي نأخذها في العقدة ونأخذها في الجيش السمن السمن ماء ديال السفان ونضجوا قبل ونضجوا قوم جيدة بعد مما نضجنا العطرية في الحمام مزيد على هذا الشكل ونضجوا من الجوانب ونضجوا قبل ونضجوا قبل ونضجوا الماء نضجوا الماء نضجوا قبلز لنضجوا في الماء كنا نضع السكر الآن نضع لكي لتحن في الاتصال قد نضل هذه الأجمال فنأخذ معلقة كبيرة كما نضع القرفة نضع ثم نضع نترك هذا باقي نضيفه في القرفة نضيفه لكي نضيفه في الحمام نضيفه من الزهر نضيفه لكي نضيفه نضيفه لكي نضيفه نضيفه جنيبا نضيفه في المحضر نضيفه في الأستلى نضيفه قطاع الحمام نحوذ وكذل نضيف المحضر وفرط الحمام سوف نضيف الحمل في الطيب الثلاث في الطوفي بعد أن نضيف الحمل نضيف معلقة كبيرة ملقة كبيرة سندة و الباقي نضيفه في الجج ملقة كبيرة الزبدة العسل يجب أن تفرش العسل يضيف السكر يجب أن تقوم بقاطع نضيف الحمل و نضيف حمل نضيف الحمل و نضيف الحمل و نضيف الحمل يجب أن الحمل يبرد حتى نفرته و نضيف الحمل و نضيف الحمل نضيف الحمل اضعنا الى اللقاء اضع البد تضع الى اللقاء تضع الى اللقاء سيقوم بسحط المعطر وتضع الى اللقاء و تضع الواقع و تضع الواقع السابق بمجرد ينجح المفرز اضطلنا بعض الشيء ونحركوا بالضبط لا نصبه بشوء 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 لان اصبح قطع قطع وقيتب مزيان بعدما نحص بانوطة بشوء بشوء نحركه بشوء 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 نحركه نحرك ن deficits Huawei نتواجد Each 대통령 اضطلنا بشوء بشوء نتوقع نتركها قليلا و نحركها و نتركها و نحركها و نبقها و نقوم بمسطر لغاية لنكملها مع البيض نحن نسيبها بعد ذلك ثم نضغط نخisin و نضغط على هذه الباب و نحرك شيئا و شيئا بعد المنزل اضافة بارد الحميمة وضع بارد حميمة نضم بارد حميمة اضافة حميمة نضم حميمة اضافة حميمة لما نضم ننضيف الحمام نضيف الحمام يكون بزر جلديد نضيف القرفة نضيف الحمام نضيف الحمام اضع المراق لكي يتم تفضل بنينة بساف اضع المزج بالنسبة للفخيضات نتركهم جانبا بعدما نرى البيض من المراق نتركهم جانبا بعدما نصبح لكل جاهز البيض الحمام اللوس خيضات الحمام نحتاج الورقات تقريبا 500-600 غ الزيت الزبدة 8-800 غ بيضة واحدة بسم الله نستطيع اضع المزج نضع المزج نضع المزج نضع المزج ستفو فيها وضلقها تائماً كنلاحظوا كنت هنا بقطع كندير بالفوق هنا هي موضع حرش ورطب رطب كندير التحت كندير لهذه الشكل كندير نضيف الزبدة كندير لهذه الشكل نضيف الزبدة كنت هنا بزبدة نضيف الزبدة كنت هنا بزبدة كنت هنا يسرحوا فيه على شكل دائرة سوف نسرحه كامله بالنسبة لهذا البسطيلة تأتي جديدة سوف نسرحه فيها مزيد بعدما صرحنا البسطيلة سوف نأخذه منتجاج عفوال الحمال مزيد سوف نسرحه كامله سوف نسرحه كامله سوف نسرحه من قبل أن يجربه سوف نسرحه لتأتي جديدة لحنها مفتاح سوف يستقبلها نسرحها تقليدية و انا الان سوف احييلكم هذه الدكرة بسطيلة بالحمام لان كتجي واحد ملتة رائعة بزاف و بلينة بعدما صلحنا لحيمات الحمام الان كنتجي لغير الفخيضات لان هذه الفخيضات هادهما يتمييزه عن البسطيلة بان لكتلت تقلي بانك فعلا كتلت تقلي الحمام بسطيلة دي الحمام تطيلت فخيضات تصدق خلالها و تنظر الان بعدما صلحنا البسطل نضع واحدة وقالي واحدة رشيشة تنظر من الزيت مجدد نضع واحدة ضيق كذلك سوف نضيف الحمال بالتمييز نضيف الزبدة نضيف الزبدة ثم نضيف الشبب سوف نضيف حشف نضيف حفظ نضيف الحمال نقوم بالحماو لجوالب وتلجبه بالبيت نقوم بالحماو نقوم بالحماو نقوم بالزيت نقوم بالزيت نقوم بالحماو ناخذ ببرقاء نبعد هم نعوذ برقاء ونبعد ننظيمه أقوم بالحماو نظام نحن نضع الشعر نحن نضع كفاء كبير نضعك أطريقها كما تنقل وضعوا من الداخلي ومقذة بعد التنقل نحن نقوم برعقة الأخيرة نقوم برعقة الأخيرة كيف تنقل ولا تنقل برعقة الأخيرة ولا تحشب برعقة الأخيرة نستخدم البلاصة الحرشة نستخدم البلاصة الحرشة ثم نستخدم البلاصة الحرشة نستخدم البلاصة الحرشة بعد ما خرجنا البسطيلة من فرن زينا على هذا الشكل البسطيلة مالكية كتجي رائعة في المدى حتى في المنظر انتوما حاولنا زيناها واحد المنظر اللي كيتل انتباه باش اي وحدة شفت هذه البسطيلة تجربها هذا كتجي لديدة لديدة بزف كانت سمنى تعجبكم وغادي تعجبكم هيجربوها وبختجب على أصدقاء ديانكم في الفيسبوك ورغة ساب وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا